السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتير جدا بيسأل هندخل بالكتاب ولا يبقى النظام ازاي ما هو اوبن بوك وزير التربية والتعليم حسم الكلام ده خلاص تم حسمه بشأن حضور الكتاب داخل الامتحان السنوات العامة طب ايه اللي حصل عن دكتور طارق قال ايه طلبت دكتور طارق الشهو وزير التربية والتعليم مديري الادارات التعليمية ومدير المدارس بعدم احداث جدل بين اولياء الامور واطلاق قرارات عكس قرارات الوزارة اكد الوزير فتصرحته بجرب ما عنه نستطيع انه يمكن لطلاب السنوات العامة دخول امتحان بكتاب قديم ركزوا بقى في الجزئية دي اكد في تصريحاته بجرب ما عنه نستطيع يمكن ان ندخل بكتاب قديم ويمكن ان يطبع كتاب الوزارة من على موقع الوزارة كان حدث جدل واسع بين اولياء الامور وبعض مديري المدارس بسبب عدم اقناع المديرين باستحاب الطلاب مرحلة السنوية الكتب داخل المدرسة اثناء الامتحان نظر لعدم طباعة الكتب وبالتالي حتى لو كانت قديم فشدد الوزير ان يمكن للطالب الدخول الامتحان بالكتاب وتابع لا داعي للجدل في هذا الموضوع يعني سهلة جدا وبسيطة تشوف الكتاب قديم يا باشا كده ويبقى معاك هندخل بالكتاب ان شاء الله ده حاجة جميلة جدا 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 يبقى احنا كده ووفرنا على الدولة عدم طباعة الكتب ووفرنا على الطالب لو يجيب كتاب قديم يا ريت يا جماعة من دلوقتي الحق حد كتاب قديم الحق حد كتاب قديم ده كان قرار من الدكتور طارق شوقي بحضور الكتاب في داخل الامتحان بس كتاب طبعة قديمة معناه كده ان المناهج ما تغيرتش يا جماعة معناه لتالتة سنة ومناهجها زي ما هي اللهم ابلغت الله مفاش هدنا اخر كلام من وزير التربية التعليم تصدرنا في كل جديد واكيد على قناتكم قناة اجيال الاندلس في امان الله موسيقى